بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس بعد المئة الثانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يواصل الشيخ الكلام على قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يواصل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم فيقول قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قال ابن عباس وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذا قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره وقد قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل الرواه أحمد والترمذي وغيرهما وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قلت فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البختري أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وقال الربيع بن وانس قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء فما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال يعني قوله تعسى عبد الدينار والدرهم إلى آخره الحديث وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا وسبحانه عما يشركون فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله واحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فإن هؤلاء الذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزير وغيرهما فأولئك عنها مبعدون وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك فكيف إذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون أتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين وسياق الآية يدل على ذلك فإنه سبحانه وتعالى قال وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم قال ابن عباس دلوهم قال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كما يقول الهادي لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادي لأنها تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش وتسمى أوائل الوحش الهوادي وقوله تعالى وقفوه منهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون أي كما كنتم تناصرون في الدنيا على الباطل بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضي يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ثم ذكر الشيخ رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى ثم قال وقوله في سياق الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المستحق للعبادة فكل ما يعبد الله به فهو من تمام تأله العبادة له فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين حدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ما علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف وقال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ثم ذلك المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر قد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه وبهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته